السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدي هاد نهار ان شاء الله نتكلم على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانيب انا في حقيقة حاولت انني لخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كي المربي اللي كيجيروا حد الاخطاء و يعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطيحوش فيها تنتهم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس اللي محترفين قدروي تاومي ياخدوا واحد النقاط من هالفيديو انهم هادك نقاط شائعة بالناس في تربية الانانيب اول خطاء هو عدم اعطاء تحصين او التطعين شحان معك يقول لك لا نراني عايشين عندي الانانيب غي هاكاك راني مكاع فيهم لد ولا 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 كنا نتأكدين ان هاد الشائعة رها خاطئة مياف مياه انه كاينين امراض موسمية اللي لابد ما كتجي الانانيب وخصنا نطعمه الانانيب لنا ونحصنوه نديرو التحصين هاد تحصين راه كالانسان كلنا راح نضار بين الجلبة اي واحد راح ضار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليسر كتجي من واحد الوقت الوقت التاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواج تحصين موعد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوج معالق في فريترو معليش باش يزيدوا مازال يكبروا مازال مازال هادي تحيا خاطئة كين اللي كي بغي يضرب لي برى وكي يحاول يزيد كثر في الجرعة هادك الجرعات يلزلتوا فيهم ركاة الدواء الدواء توا راه ناشي يلزلت الكمية انها تبرى ضغيرة لا الكيمية اللي معطات هي اللي خصك اه ديرها تالت حاجة وهي النظافة شحال مواحد كي يهمل النظافة هذه دي ما كنا اعطبع لها في الفيديو ديالي دي ما يبغيتوا الاران بدياركم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج مرة مرة الما يتبدل مرة مرة ذاك الزنكات تحتانية تغسل لما لا واحد نهار تشمشوا ذاك شي كامل تديروهم في واحد الخنشة الاران بدياركم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكل مزيان حتى هي اه رابعة حاجة وهي اعطاء الماء للارانب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائعة عامة بين البدو كيقول لك الله ما كان عطيهش حنا يجعل الارانب ديالنا الماء وهي فالحقيقة راه ماشي مشي مشي والارانب ما كيشربوش الماره هم عايشين مايمكنش مني بيحت في هذه الموضوع لقيت ان هاد الناس اللي كيكونوا دائرين هاد هاد الفكرة هادي كيكونوا مدينش ليكاج اوو الحاجة كيكونوا دائرين هم غي فالارض يعني كي يحفروا مساكن هدوك الالانب كي يحفروا وكي يمشوا يقلبوا على مصدر ماء وكي يشربوا منه او كي ينع وحداكرة ان الالانب يعني اللي عايشين في الكاش احنا كي سموك نعطيهم كي يعطيهم السيكالين لحويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كي يعطيهم واحد النبات اخضر كي يصنبتهم انه واحد شوية ديال الماء ودك الماء كي يكون كين في النبات كي يعيشهم صافرها محل يرمس شربيه الماء ولكن هذي رفا فكرة خاطئة اما فيها بس اعطي الالانب واحد طويسة ديال الماء وتقاتي بديلها مره 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 انه كل شيء اي و جعلنا من الماء كل شيء انحي اي حاجة كائن را كي يشرب الماء كيفاش الطريقة كل واحد عطيه سيدي ربي كيفاش كي نبسة را تعييك تشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء اه كينوح القادية اخرى ديال اه وهي فحقة غريبة انا هذي هذي يالله يالله جاتني فكرة شائعة فهذه البلاد بعدها اللي احنا فيها ويقل لك يعطيه الالانب الحبوب منع الحمل يعني هذي را هذي را هذي را بوم فدفل ليامات وقاع الناس كلهم كيمشي ويشريوا هذي الحبوب ديال منع الحمل ديال الوية ديال الباشر ديال ديال المرأة اللي كتستعمل الادوية وهما باش كي يربحوا كثر كيمشي وياخدوها من السبيطار وكيبقوا يعطيوها كيدلو ديال الحبيبة كيدلوها في معلمة كيدلوها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة وحبوب منع الحمل لا يعني ما كتموت بشي صيلة للالانب انا هذي انا حاولت نقلها في الفيديو خصيصا لدى النقطة ديال لاننا راها فكرة شاعة فالليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كين عو تاني اه احاول تلمونة تبردهم ايما شي غا تبردهم انا هذي ساعة هذي يمرضوا بالزكام و هذي يمرضوا بشي امراض اللي انتم ما افرين عنها يعني ديما الفرفارات تكون معلية الفوق او الكوروندير يعني تكون تضرب في واحد جهة يعني تتمص من جهة الشرجم ولا وتضرب في واحد ما تضربش في الوسط دي الانانيم تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جهة اخرى او الفرفارات اللي كيكونوا كيدوروتها هم مزيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشة كتقد ترش عليهم البرد تهدوك افضل قعب اذا التيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الارنم كينفصل الصيف النقطة اخرى وهي فصل الصيف كينلي كيقول اه هم كيمساك نراهم كين الهتوب الزاف هذي نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة هذو كينتوادعوا معهم لان المعداد ديالهم كتنك تستحملش وش حلم واحد من شلول الارنم بهذا القادية لانه كيعطيه المياه باردة لالارنم خاص يكون الماء في الحقيقة انا ضغطت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاص يكون ملائم للغرفة يعني اما اما المزرعة او الغرفة اللي انت قم فيها او الصح او خاص يكون ملائم ميكونش بارد بزاف او سخون بزاف لا يكون مؤتادل اراقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوه منو احنا تاهم ما يشربوه منو غيم يكونش مغلاسي وتعطيونا هذي نقطة كين واحد القادية كين الناس اللي ديرين انانيب هما مبغينش يصرفو عليهم احترية بس مو كيديرو كيمشو يجمعو الخضراء التالفة الضائعة يعني من الازبال وكيعطيوهم هذي هذي نقطة رقيتها في واحد في واحد الحياة انا انا اياها مشكيلة كيمشو يجمعو الزبل حشكهم يعني كي يجمعو من 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 البوبال وكي يعطيو لهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاك را ماشي اقتصادة ذاك را تعفون ويقدر الارنب يموت وتا ذاك الشي اللي كي يعطيو لهم را كي يكون كابر بوحط طريقة ماشية هذي مهمة لا حولو القوة الا بالله كين فكرة اخرى اوتاني هذا البابيون را باغي خرج كين فكرة اوتاني وهي الاخيرة وهي اللي مهمة في الارنب كاملين تصر بيدي الارنب وهي من كشفوش الارنب ديالنا على شي واحد غريب ولو يكون هذك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كيشوش فيهم بوحط شوفها خيبة ولكن حاولوا انكم الارنب ديالكم ما توريهمش للناس وخي يكون الجار وخي يكون الاهل دار ديالكم راوا معايشين معهم هما راهم حساسة هاد الارنب كي يحسوا بزاف يلمشو شافو غي واحد الواحد غريب كيبقى كمش في واحد الجيهة تلغد ليه كيبقى بيموت واحد مور واحد علاش لانا ركب وريتي الارنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا ما شافوه كيخافوا هاد الارنب بحال من دايره في الحقيقة انا لا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش هالموضوع هادا نلسقوا المشاهد في الداكلة ديالو ما يقدرش يحيب منها هاد الموضوع ديال الارنب تلبيه الارنب ديال بحال واحد شمعة شاعلى هاد الشمعة إلا مشيتي توجهتها للريح كطفة إلا مشيتي بقيت ديالما ديالها واحد الكوفير من هنا ومن هنا وخا غير بيديك اللام يديك عليها انها مغاد يشطفة المشروع الحمد لله قاعد اللي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في اللول مالين سامك يكونش عارف وخا إلا صبرتي في هاد المشروع كون متأكد انه على الاقل غلي يكون عندك كتفاء داتي المنزل ديالك من الحم ما غعد تقعوش شريو للحم هادي متأكد منه ولا صبرته وطورته المشروع وما كتوش كتتصرف ورس المال وكتزيد وطوره 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 بالليا للك المشروع انت هما ماشي للربح غير تطور غير تطور طوره واحد نار غدي تلقى عندك واحد القاطيع ديال الارنيبلي مغاد يش تقدر قاع تقابله خص خدام خور باش يقابل معك كون متأكدين انه القادية اذا مشاريع زوينه على هاد المشروع هاد المشروع هاد راح حسن من المواشي وحشن من الدواجين لان ارا كل شهر تقدر تلقى خلفه جديدة ولو ما تكونش من نفس الام ولكن ايها الان تقولو غي واحد تمانية الامهات وستة الامهات ولا ارا كل شهر لديك خلفه جديدة او وجوج خلفه او كئين الناس اللي كونو متمكنين ارا كي بولي عندهم ارا يعني ارا ارا خمسات الخلفات في الشهر وهي غي اسميه واحد القافس صغير وهو بعرف كيفاشي يخدم وكيفاشي وبحث وعرف كيف شي وناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وسميت وعطاهم الوقت رأى واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات ديال الفيديويات الحمد لله ديوتيبر عاطينا واحد الكنز يعني أنتم تتواصلوا المعلومة بسيطاتش حالذي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندهم كل شي دبال المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش مطفاش موضوع ديالنسالة هاد الأخطاء أنا حاولت نوضحها لكم باش أي واحد عنده شي خطأ من هاد الأخطاء هدي وهي شائعة نقول لكم أنا كنسووا الناس كنبحت سو هدي كنلقاء هاد الأخطاء رأى الناس كيديروه يعني إلقيتوا شي خطأ من هاد الأخطاء حاولوا أنكم تداركوا هاد شي يعني تجربت هاد الأخطاء ويعني بحثت فيها مزيان هاد حاولت أننا ندوونها الناس اللي ما زال ما تشاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتقوا على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة وشاركم بركة رمضان كريم إلى اللقاء